كم متفوق. فعلا? كم سنة؟ لا مش عارفة عدة حقيقة كتير اوي. واتبس خرجت بس اسمعت النتيجة يعني قالوا لي في التليفون يا اخو يا الفمدع هم قراروا المشوق. هم الدهالي بنشان لو انت عاعد بقى لك كتير اوي برافو علي. ايو مش هارلا. بتلمهم خلاص. بس انت لانك عملت بالنص اشياء كتير. لاني ما بحبش كلت الحوق خالص. وكدت داخلها يعني ارضاءا لاهلي الصراحة. ايو. وانا على رأس يعمل لهم يعني هم اللي لهم عايزين وانا تمام مش مدقق يعني انت هلا محامي؟ يعني بس صعيب مانفعش تقال عليك انا ما مارست نyan اقول لي كانت ما مارسها انا حاولت برده مارسها كنت هتحبس القاضي كان هتحبس انا والمحامي مستحيل والله افاشت فيه فوسط القاعدة جلسة ايوه ضععت المحامي فوسط الجلسة ايوه طبعا عشان انت هاههههههههه اللي احترموا نفسكوا بده بحبط زميلك اهه هو كان ايه انا طبعا كنت رسه بدرس وقلت اتدرب في مكتب انت مقام يعني ما اجرب يعني اسمح كلام من العيلة وابقى راجل لطيف كده واجرب وانا من نوع اللي بحب لما بخش حاجة بلتزم بالقوانينها عشان لو مشيت ابقى ما عنديش ابقى اعزي معي عملت كل حاجة ما اثرتش في حاجة لو اغيرتل اي حاجة فروحت وكمان بحب اعرف ايه قوانين الحاجات دي فواحد صاحب والدي والدي طبعا دخل في الموضوع وقال له بقى نزلوا التمرين انت اتدرب عنك قال له داي ليلت الددريب مسلا ربع يوم او خمس يوم روحت المحكمة وبقى اللي كان معاه بقى تحت التمرين اللي هو المهم بقى عامل عليها فردة عليها جامل بقى وطبع ورقة وتماما ديش مشاكل لغاية ما هو نفي حاجة يجيبها فقام يعني بيقول لحضرة القاضي ان الورقة بقى يبقى او طبع ايه اصي وعمل وعمل فاك انا بيش خط فيها كده وبيغمزلي وانا ما فيش وقتش بيما زعليش فوق انتم زعقنه فالقاضي دحك اصلا كنا لايزي حبثتن اوه